في نادي نجوم قرقاش بطرابلس الذي افتتحه عام 2012 يتدرب الآن عشرات الشابات على الملاكمة حتى أن البعض منهن شاركنا في بطولات وعلى مدار ثلاثين عاما منعت النساء من ممارسة رياضة الملاكمة لكن الآن وبعد أن سنحت لهم الفرصة فتيات كثرو بدأنا في الإقبال على النادي لتعلم تلك الرياضة بالرغم من تحفظ بعض العائلات على ممارسة بنتهن لتلك الرياضة فإن اللاعبات يشجعن غيرهن على الالتحاق بتلك اللعبة وتعرضت صح لناس هلبة كيف أنت بنت وتتمرني في ملاكمة وكيف جدت منك هكي وقزي أنت بنت وما تخافيش هكي ما تخافيش من يضربك ما تخافيش من جي يضربه في وجهك أو هكي فأنا ما عدلتش عن كلام الناس وحاربتهم وحمد الله تواق ما شاء الله علي قزي ما فياش أي شيء وتم حضر الملاكمة لسنوات عديدة في جميع أنحاء ليبيا وفي عام 2011 أعيد النظر في عدد كبير من القوانين القديمة جدير بالذكر أن تأسيس الاتحاد الليبي للملاكمة اشتذب المزيد من النساء لممارسة تلك الرياضة